أنا ماذا شفتك كتبت عايش قصيدة والله العظيم لأن تعجبتين أول مرة طويلة شو كت شفتني كتبت عايش قصيدة؟ قلت هاي مين راح تسويها لقاء؟ أي قالوا والله واحدة أنا قلت أنا ما أسوي لقاء إلا وهي عراقية حلوة الله يخليك تسلم ولو هن كدن حلوات بس هيتها قوية شوية يعني حتى حتى هاي ماكو الارتداد وما ينقدر لك؟ الارتداد هي تتحملها ما ينقدر لك؟ بس هاي إذا تمتش أنهاراني هاي اللي بنت بيها يعني من تاجعي الله يخليك تسلم فقلت هاي سميتك نخلة الله يخليك فدية الطول هذا آخر شي نقوله ونتوكل على الله أنا كلش تعبته لا هذا آخر أخر يعني هاي قصيدة إلي يعني ما كاتبها الغيري إليك بس خافي زعي الخطيبي لا ما عندي ما عندي بس اعتبرتش نخلة عراقية الله يخليك فمن الحق نحنا نتغزل من أخلاتنا يعني الله يخليك فدية الطول هاذا كنا نخلت لنا فدية عيون طول الوقت نعسانة وفدية الحلق وانت وذيعة سمعت جانا وفدية الحلق من يأتي تنعثر معس الله ومن ينطق ذهب يكتر من الأسان فدية وطول هاذا كنا نخلتنا وفدية عيون طول الوقت نعسانة وفدية الحلق من يحشي تطشر معس ومن ينطق عسل ينقطر من الأسانة هاذا حلوق خلق الله تبسمي اللي من تريد تقول وكان تقرأ الفاتحة بثواب مؤتانة الله الله هاذي حلوق هاذي شفاف خلق الله تبسمي اللي من تقول وكان هتقرأ الفاتحة بثواب مؤتانة مو مثل حلوقنا تشتم بعضنا بغيظ كنا يشيل موس بفرق حسنانة أولي ومو مرأشفتها ملاك اليوم ومن تمشي الترنح كنها سكرانة موس ألتك جيت أسألها انت منين وأهل شوين موس ألتك أنا؟ جيت أسألها انت منين وأهل شوين ويا ريم الفلة بيا روض ربيانة موس ألتك جيت أسألها انت منين وأهل شوين موس ألتك ياريم الفلة بيا روض ربيانة بهمس تحتي تقول رفت جنح فراشات وجواب الصوت يعزف نغمة الحانة عراقيا نخلهاي وجاية العمان ما يهديك ربك ترجعه يعني عراقيا نخلهاي وجاية العمان ما يهديك ربك ترجعه يعني الله لو نساك وقتك كل بقايا الليل حرام عليك تنسى زفة أصباد الله حرام عليك تنسى زفة أصباد الله 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 صح الثاني حديث الطول هذا تشن نخلة الله صح الثاني صح الثانيك تستحق التصفيق أشكرتك وتستحق كل كلمات الفخر والحب والاعتزاز والامتنان على هذا الوقت اللي انطيتنا يا وانطيته جمهورك وانطيته المحبيك يا قائمة شعرية ما يختلف عليها اثنين أشكرتك واني ممنون من الشكر على هذا الاطراع